أكدت سعادة السيدة كريم محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة للمجلس تفخر وتعتز بما حققته من تطور وتقدم واستثمار نموذجي ومتميز لأدوات والتطبيقات الرقابية وأشارت الأمين العام إلى أن الأمانة العامة تعتمد عددا من الأدوات الرقمية المتطورة في تسجيل وحفظ الجهود التي يبدلها أصحاب السعادة الأعضاء وإبرازها عبر المنصات الرقمية والتقارير السنوية الشاملة جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية في إطار انعقاد الجمعية العامة الثامنة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي وذكرت العباسي أن التحول الرقمي في عمل الأمانة العامة لمجلس الشورى يشكل جزءا أساسيا من رؤيتها وإستراتيجيتها لأعوام المقبلة خصوصا مع تنامي استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي خلال الاجتماع تم تبادل الرؤى والتجارب الناجحة بشأن المواضيع المطروحة على جدوى الأعمال الجمعية ومن بينها مناقشة المسائل الراهنة والابتكارات في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبيئة المستدامة وأيضا تم مناقشة آلية التحكم في الوقت في البرلمان وآلية تسجيل الإجراءات الإلكترونية في البرلمان طبعا هذه الاجتماعات سوف تستمر خلال هذا الأسبوع لمناقشة باقي بنود جدوى الأعمال ترجمة نانسي قنقر